بعد مرور ثلاثين يوما من الفعاليات والأنشطة أزل سيتر على المخيم الصيفي الأول الذي أقمت جماعية بسمة فتاة التنموية بمحافظة لحق المخيم الذي نضم من خلاله معرض احتوى على إبداع طالبات الذي ظهرت جليا في أعمالهن طبعا أقمنا المخيم لهدف تدريب الفتيات وتنشيطهم في الإجازة الصيفية والحمد لله لقينا أن البنات تقاوبه بشكل كبير إضافة لأننا كنا نتمنى برضا أنهم يكسبوا حرف من هذا لأجل تحسين مستوى المعيشين والأهدف التي حمل مضمنها المخيم أهمية إيقامة أنشطة صيفية كهذه تعود بالنفي على الشباب من الجنسين في تنمية مواهبهم وإكسابهم المعرفة دخلت مخيم عشان ننفع أهلي ونفع قيراننا واستفدنا كثيرا صندخلنا ولا فاهمين حاجة خرجنا أني عرفة لأن أخيط أقارح أصفي حروق فعل مارضة يعني قادر لأن أفعل أشياء مش كنت أفعلها من قبل بالخالص فإيدات المخيم هو عنوان لمسرحية لنستطعن فيه طالبات توصيل رسائل مهمة للحضرين وإضا لإدارة التربية والتعليم التي رأت في برامجها نموذجا يمكن أن يطبق في الأنشطة اللصفية في مختلف المدارس داخل المحافظة طبعا نحن في مكتب تربية والتعليم سنستفيد من هذا المخيم سنأخذ بعض من أغسام التي تمت أو بعض المجالات التي تمت في هذا المخيم بإذن الله سنحاول نطبقها كأنشطة لا صفية في داخل المدارس هنا قسم المساحة الصديقة للطفل والذي يميز المخيم حيث احتوى أركانه على زوائل من يعانون من الاكتئاب النفسي من آثر الحرب الحمد لله برضا حاولنا نوفر ألعاب نوفر دعم نفسي سرد قصص يعني حاولنا نخليهم يعيشوا في قوم ملائم يعني يظهر فيه طفولتهم بشكل مناسب بهذه الأنشطة الهدف يرى الكثيرون أن المخيم الصيفي أصبح ضرورة للتلاميذ السقر لما لها من أهمية في تطوير مهارات الطفل المعرفية وتعزيز قدراته في تحمل المسؤوليات وبناء علاقات صداقة خارج إطار أصدقاء المدرسة أو العائلة مختار شعتل لقناة بلقيس محافظات العين